الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى أهله وصحبه ومن ولاه اتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة طيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الامسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأنزئة نزي أهلا وسهلا بك حياكم الله وأهلا وسهلا مرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات استمعينا في كل مكان لا زال حديث الشيخ الزالة آخرا متصرا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركية صلاة الكلمة المشيئة حسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق وما زال حديثنا موصولا مع خلق القناعة وذكرنا ما يدل على القناعة من نصوص الكتاب والسنة وكذلك ذكرنا ما يتعلق بمراتب القناعة أو فوائد القناعة بقي نشير إلى ما يتعلق بالأسباب المعينة على القناعة يعني ما من أحد إلا وهو يتمنى أن يكون قناعا لكن ما هي الخطوات؟ ما هي الأسباب؟ ما هي المعطيات؟ ما هي الأشياء التي يمكن أن يكتسبها الإنسان ليصل إلى هذه الرتبة السنية وهي القناعة؟ أولا الإيمان بالله عز وجل على أنه الرزاق سبحانه وتعالى ولذلك من آمن بأن الرزق بيد الله عز وجل فبالمجزوم المحقق أنه سيعيش في جنة القناعة وهذا أمر غاية في الأهمية أنك لا بد أن تعلم بأن الله عز وجل هو الرزاق وأن الله تعالى حكيم في رزقه يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء الأمر الثاني ما يتعلق بتقوية الإيمان كلما قويت إيمانك من خلال التأله والتنسك والتعبد وبقية العبادات زادت عندك مادلة القناعة وكلما ابتعدت عن تقوى الله عز وجل فبالمجزوم أن الإنسان سيكون ممن أخلد إلى الأرض وإذا أخلد إلى الأرض يبست عروقه وأصبح همازا لمازا طماعا ينظر إلى الآخرين مسألة أخرى تذكر الموت وهذا في واقع الأمر يعني من أنجع الأدوية في قضية معالجة عدم القناعة فذكر الموت في واقع الأمر يجعلك تعيش ظلال القناعة لأنك تعلم بأن هذه الدنيا إلى زوال وأنها دار ممر وليست بدار مقر وأن الإنسان لن يأخذ منها إلا ما قدر له أيضا الإطلاع على يعني شيرة السلف الصالح رضي الله عنه وكيف كانوا بالمحل الأسنى والمكان الأعلى من الزهد والقناعة والرضا هؤلاء حقيقة كلما أنعم الإنسان النظر في سيرهم عاد عاقلا في واقع الأمر ويعقل أياما بل دهرا حينما ينظر في سير هؤلاء كذلك أن يعلم الإنسان بأن القناعة فيها عزة للنفس طبيعة الإنسان يحرص على أن يكون عزيز نفس فلما يقنع الإنسان بما آتاه الله يكون حاله في هذه الدنيا على أحسن حال ولذلك من المهم جدا أن يلتفت الإنسان إلى مثل هذه الأسباب فتعينه بحول الله تعالى إلى القناعة وتكسبه ذلك أسأل الله تعالى التوفيق للجميع صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بارك الله فيكم أفضل شيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم برقامة تواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات نعم عن هذه المكالمة بو يوسف تفضل نعم تفضل تفضل بو يوسف على هو طمع بديت تفسر من الشيخ سؤال أنا أعمل في دبي ومن سكان الشارقة نعم نحن نرجع بالطريق يوجد زحمي يعني يكون ونحن أكثر من شخص ومعنى فتيات يعني فوقت أذان المغرب عند نهاية الدوام إلا خمس دقائق تقريبا ستة إلا خمس هيك ونصل إلى الشارقة يكون قد أذن العشاء يعني فممكن يروح الوقت فنقف في مكان في الطريق هيك ونصلي في الشارع يعني على سجلات صلاة أحيانا يكون جماعة شخصين أو ثلاثة أحيانا يكون لوحدة فهل هذا يجوز أو جائز أو يوجد مشكلة وبس هذا السؤال شكرا كثير شكرا كلا خير أبو يوسف تسمع شاء الله الرد نعم 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 تفضل 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 بسلطان دون فضلك شكرا لكم الله خير إياك الله يبارك فيك تفضل حياك الله أنا تقريبا سؤالي تكملة للسؤال قبل فترة شفت فتوى لابن أتيمين الله يرحمه قال إنه ممكن الإنسان يجمع مثلا صلاة الضهر والعصر طبعا غير قصر أو المغرب ويا العشاء هذا نفس الوضع نطلع من الدوام ستة ستة لها شوية باتي الفترة اللي خلاص وقتها دعا المغرب أنت في الطريق هل لي إني أجمع بين المغرب والعشاء ومتى أجمعها بعد ما يأذن العشاء ولا ممكن أول ما أوصل أجمعها سؤال الثاني رفمحت نعم تفضل يدون فضل أنا أخذت أرض ناوي إن شاء الله أبديها تبعد عن منزلي في الشارج اللي المنطقة هاي مئة وخمسطاش كيلو كنت دار من يوم أروح هناك أقصر واجبا طيب في الفترة الحالية إذا أنا أبدي متى أبدأ أتوقف عن القصر والجمع في المنطقة اللي أنا دامين أوصل لهذه اللي تبعد مئة وخمسطاش كيلو عن منزلي في الشارج شكراكم الله خير الله يحفظك بسلطان تسمع شاء الله الرد حيا كله نجيب فضل شيخ سؤال لأبو يوسف يقول أعمل في دبي وأسكن في الشارقة يقول الطريق في العودة من العمل يقول مزدحم ويقول في السيارة أكثر من الشخص فيقول نخرج يعني قبل المغرب قليل ويقول فضل شيخ نصل مع ذاني الأشياء فيقول فضل شيخ نقف في الشارع ونصلي في بعض الأحيان يقول نصلي جماعة وفي بعض الأحيان نصلي وصلي لوحدي الحمد لله أولا أسأل الله تعالى أن يبارك في الأخ السائل ويشكر على حرصه ولا شك بأن الحرص على إقامة الصلاة هذه علامة خير وصدق مع الله سبحانه وتعالى ولذلك الله جل وعلا أمر بإقامة الصلاة قال وأقيم الصلاة وإقامة الصلاة تكون بالقلب والقالب والقلب هو الأصل فإذا أشغل الإنسان نفسه بالصلاة واهتم بها وحمل هم إقامة الصلاة سيوفق إلى ذلك والصلاة كما لا يخفى خمس في اليوم والليلة ولكل وقت ابتداء وانتهاء ولا يجوز الإنسان أن يتعمد إخراج وقت الصلاة إلا لضرورة مثلا أو لحاجة أو لرخصة مثلا كالجمع في السفر بين الصلاة صلاتين النهاريتين أو بين الصلاتين الليليتين وما ذكره الأخ السائل هو الصواب بمعنى أنه إذا دخل في زحمه وخشي أن يخرج وقت صلاة المغرب يقف لله الحمد على جانب الطريق بعيدا عن طبعا الطريق بحيث لا يضر بنفسه ولا يضر بالآخرين فإن لم يجد مسجدا مثلا وقف وصلى على الرصيف استقبل القبلة ولله الحمد ويصلي الفرض وإذا وصل بيته صلى النفل ففعله كصحيح وأسأل الله لنا ولك الثبات سأكل الله خير فالشيخ معنى بفصل فضل السلام عليكم شيخ عليكم السلام رحمة الله وبركاته حياة كلام الله خير سلام علي شيخ سلام عليكم جداكم والله من الجون ألف خير ليت بجمع الله يحفظكم إن شاء الله آمين آمين سأكل الله خير شيخ سألي أي يوم أفضل يوم يأذن ترد ويألم أذن ولا تسكت يعني تسمع أي يوم أجر والسالة الثانية شيخي بنسبة لدعاء للوالدين دعاء للوالدين الله سبحانه وتعالى يعلم من أنت تدعي طبعا أنا بيقين أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن أنا أدعي الوالديني لإرحامي هذا هو صح يعني وجذكم الله خير الله يبارك فيك ويعطيكم تحوالي الله يعافيك إزاك الله خير خيئك الله نجي بفض الشيخ سؤال بسلطان يقول إذا كنت يقول أيضا قريب من السؤال بيوسف يقول أخرج من العمل أيضا مع ذن المغرب أو قبله بقليل ويقول فض الشيخ في الطريق يوجد يقول ازدحام أصل مع العشاء يقول هل يجزل الجمع أن يجمع بين المغرب والعشاء قبل الخروج يعني مع ذن المغرب أو أخر الجمع مثلا إلى بعد ذن الأشاء الحمد لله صلى الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوب وأيضا تشكر على الاهتمام بالصلاة وتمنى والله من كل مسلم أن يكون شغله الشاغل هو الاهتمام بعوقات الصلاة لأننا في واقع الأمر نعاني أو يعاني أغلب الناس من هذا الارتكاس المادي والحرص على الدنيا وإغفال قضية الصلاة فالصلاة عند كثير من المسلمين وللأسف الشديد آخر اهتمام المسلم ولذلك لا يجوز الإنسان أن يقدم أمور الدنيا على حق الله سبحانه وتعالى أخي الفاضل بارك الله فيك بالنسبة لما يتعلق بقضية صلاة المغرب إذا أدركت صلاة المغرب وأنت في العمل وصليتها ما في حاجة أنك تجمع صلاة العيشة مع المغرب وإذا خرجت فوصلت البيت أو في الطريق يعني وصلت إلى مسجد الحمد وتصلي جماعة إذا والله دخلت في زحام وما استطعت أن تخرج من هذا الزحام فوقت العيشة معك إلى نصف الليل ولله الحمد والمن فلا تجمع يا أخي الفاضل لأن الجمع يكون للحاجة وأنت بهذه الطريقة ستكون تجمع يوميا أو مدة خمسة أيام في الأسبوع أو أربعة أيام في الأسبوع على حسب يعني طبيعة عملك فالمقصود لا ما تجمع تصلي المغرب في وقتها ثم تخرج إن أدركت مسجد والمساجد ولله الحمد موجودة يعني في كل مكان في كل حي الحمد لله إذا الزحام شديد بحيث ما تستطيع أن تخرج عن الطريق ممكن تصليها إذا وصلت بيتك وأنت معذر في مثل هذه الحالة ساكة الأخير فض الشيخ أيضا يقول أنه اشترى أرض للبناء يريد أن يبنيها فيقول هذه الأرض تبعد عن منزلي بمئة وخمستاش يقول كيلو ويقول عندما أذهب إلى هناك عند هذه الأرض أجمع وأقصر الصلاة يقول متى توقف عن الجمع إذا بدأت في البناء أو يقول إذا سكنت في هذا البيت الحمد لله بالنسبة لك في الفترة الحالية لك أن تجمع وأن تقصر لأنك مسافر وهذه المسافة في قول الجميع على أن مسافة سفر وإذا انتهى البيت واستقريت في البيت سكنت فيه أصبح الآن إقامة ثانية لك إن لم تنتقل إليه انتقال كامل وإذا ما انتقلت إليه وإنما تتردد يكون لك إقامتين فمتى ما استقريت في هذا البيت أصبحت مقيما وينقطع السفر بالنسبة لك سكن الخير فض الشيخ معنا أخت مناد فضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي سؤال للشيخ بس أنا حامل وعندي مشكلة في الجيوب الأنسية فدائما عندي مشكلة الكحة والعطس أنا يعني يعني أروش يعني أتوضع عند كل صلاة لكن أحنان أثناء الصلاة إذا كحيت أو يعطس بضغط الجنين يعني يحصل تسريب للبولة جالكم الله فهل يعني أقطع الصلاة وأرجع أتوضع يعني مرة تكون قطرة أو قطرتين مرة تحطوكم مش متأكدة يعني مع أني يعني أكون يعني متوضية قبل الصلاة بالضب يعني أكون رايحة الحمام هذا خارج عن إيرابتي يصير سياة شاء الله خير اختمنا تسمعي إن شاء الله الجابة هيا إن شاء الله نعم قال المخرى نعم أخالد فضل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة الله وبركاته حياة الله خالد فضل الله يسلمك سؤال للشيخ عن الهبة في هناك سيدة شيخ عندها قطعة أرض وهي كبيرة في السنة يعني ما عندها أبناء يعني هي تعدتها لـ 65 سنة ما عندها أبناء ولكن عندها أخوة ما حكم الشرع في أنها تهب الأرض اللي عندها لأحد أخوانها لأخ واحد فقط بين الأخوان كلهم هي ما عندها أبناء وشكرا جزاكم الله خير ساك الله خير الله يبارك فيك أخي خالد أسمع شاء الله الرد أبو عبد الله تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلم السلام ورحمة الله وبركاته وحيك الله أبو عبد الله أخوانك إن شاء الله واضح إن شاء الله أبو عبد الله واضح ساك الله خير الله سألوك جب أفض الشيخ سؤال وفيصال يقول أيهما أفضل أن أردد خلف المؤذن أو أستمع له الحمد لله لا شك بأن الترديد خلف المؤذن هو السنة هو السنة النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول والمعنى أنك تقول معه مباشرة فإذا قال الله أكبر تقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله إذا جاء عند حي على الصلاة حي على الفلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله بعد كل جملة من جمل الأذان تردد وراء المؤذن هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك الترديد أفضل من الاستماع فقط ثم تقول بعد ذلك الدعاء حتى تنال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته وممكن تصلي قبل ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام تقول اللهم صلي على محمد أو صلى الله وسلم على محمد نعم الله خير أيضا يقول أدعو لوالدي ولأرحامي والله عز وجل يقول يعلم لمن أدعو الحمد لله نعم فضل يعني أن تصلي قول هل يأذكرهم بالأسماء أو يكفي دعام نعم أبو فيصل بارك الله فيك بالنسبة للدعاء الله عز وجل يعلم ما في قلبك قبل أن تدعو لذلك الله عز وجل لا تخفى عليه خاف يعلم السر وأخفى يعلم السر والنجوة ما يغيب عن ربك شيء الله عز وجل يعلم خلاجات الضمير قبل أن يعني يكون هم ويكون يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وإذا دعوت بنية من دون أن تسمي علمها الله يعني أن تقول اللهم اغفر لي أرحامي وتقصد أبوك و أمك فقط علمه الله عز وجل تقول اللهم اغفر لي جميع أرحامي وأنت قصدت والديك قصدت أعمامك و أخوالك و أجدادك و أخوانك و أخواتك علم ذلك فما في حاجة أنك تسمي لكن لو سميت ما في شيء اللهم اغفر لوالدي لوالدتي اللهم اغفر لجدي وجدتي اللهم اغفر لعمي و عمتي لخالي و خالي ما في بس لكن لو جمعتهم أفضل ساكم الله خير أرض شيخ الأخت تقول أنها حامل وعندها مشكلة في الجيوب فتأتيها يقول تأتيها العطاس والكحة بيصفها شبه مستمرة تقول أتوضى لكل صلاة وفي الصلاة قد تأتيني هذه هذا العطاس والكحة فتقول فرص شيخ قد يخرج بعض القطرات من البول في أثناء الصلاة هل في هذه الحال أعيد الصلاة وعيد الوضوء الحمد لله أختمنا إذا كان لديها وسواس تترك الوسواس لأنه جرات العادة أن الناس يصابون بجوب أنفية وعندهم عطاس وعندهم شيء من هذا القبيل فإذا كان لديك أختي الفاضلة وسواس دعي الوسواس فالوسواس لا خير فيه وربنا جل وعلا أنزل سورة كاملة قال تعالى قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وإذا تقول لا أنا أشك أترك الشك إذا قلت أتوقع أترك التوقع وأنت على الأصل على اليقين فما في داعي أنك تدخلين في مثل هذه المسارب والمسالك وهذه المتاهات لأن هذا بيورثك أشياء قد تزيد على مثل هذا الأمر فيا أختي الفاضل أترك عنك الوساوس أترك عنك مثل هذه الأشياء أما إذا كنت بريء أو سليما من هذه الوساوس لكن حصل لك يعني مرة حصل مثل هذا الأمر نعم ينتقض الوضو تذهبين وتعيدين الوضو بشرط أن تكوني متيقنة أما قضية مجرد شك لا الشك ما يلغي اليقين قاعدة الشريع اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك لكن أنا يظهر لي والله أعلمه أنا عندي خبرة من الأخوة والأخوات اللي يتصلون خاصة في مثل هذه القضايا يكون عندهم مساوس ولذلك أنا أنصحك بترك هذه الأمور توضي وادخلي في الصلاة بشكل طبيعي لو عطستي في الصلاة لا تقول أن يمكن خرج شيء لا أنت الأصل ما خرج منك شيء وتستمرين في صلاتك وعبادك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله وبركاته السحاق حياك الله السحاق عزيز فرحان السحاق مرحبا حياك الله الله حييك ربي أحفظك من شاء الله حياك السؤالي أنا سمعتها الحين لكن بعدها أتأكد مثل دعا الله أغفر والد والدتي وعمي وعماتي وجد وجد لكن في عندك عز ناس يعني ممن أرحامك يعني إنسان عزيز في قلبك يعني وعشت وياه عشت عمر هو توفى يعني ومثل حد من عز ناس في قلبك يعني الشيخ يعني في الدعاين تطريق اسمه أنا ولا كيف يعني هاي السؤالي أولا السؤال الثاني جميع يعني مثل أنا اليوم صلات الظهر خاصة لأيام هاي شوية التزامات مثلا وياك الأسرة في سيارة ما تقدر صلات الظهر يعني ما تقدر صلي المسيط ويجيت ساعة ثانتين ساعة ثانتين صليت البيت هل أولا صلي صلاة الفرض وبعدين سنة هاي سؤالي يا طول أحسنتم ساعة كلا خير محمد تسمع شاء الله رد ياك الله أحسنتم المسألة العدل هذه بالنسبة للوالدين وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم لكن لو قام أخفى وهب أخته من دون بقية إخواني وأخواته لا حرج في ذلك لو قامت أخت فوهبت أخاها شيئا من دون إخوانها وأخواته لا حرج في ذلك ساكا الله خير فانسيخ بعبد الله يقول أنه متوجه للمطار سأسافر لمدة عشرة أيام هل يجوز الجمع القصر في هذه المدة الحمد لله الجواب يجوز له أن يجمع وأن يقصر خلال هذه الفترة التي يقضيها في سفره ساكا الله خير فانسيخ وأحسن الله إليكم نذكر قام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركين صلاة محمد فض الشيخ يسهل عن الدعاء يقول إذا كنت يقول كان عندي يقول شخص عزيز مثلا علي من أصدقائي أو من جيراني أو غيرهم ثم توفي هذا الشخص هل يجوز أن أذكره عندما وأسميه عندما أدعو له الحمد لله الجواب نعم نعم تذكر جارك تذكر صديقك تذكر زميلك اللي توفي باسمه اللهم أغفر لمحمد اللهم أغفر لعبد الله اللهم أغفر لأحمد أغفر لعبد الرحمن عبد الكريم أصدقائك زملائك جيرانك هذا كله جائز الإمام أحمد رحمة الله كان يقول لابن الشافعي يقول له والدك من ضمن الستة اللي أدعو لهم كل ليلة يسميهم بأسمائهم ثبت عن بعض السلف أن كان لديه قائمة طويلة في الدعاء لأشخاص اللهم أغفر لفلان أغفر لفلان يدعو لهم بأسمائهم فما في شيء ولله لحب سأكد الله خير فالشيخ أيضا يقول في بعض اللحن يقول أكون في السيارة مع الأهل وقت صلاة الظهر لا أستطيع نذهب أو نتوقف وأصلي في المسجد مع الجماعة وأخر الصلاة إلى الساعة الثانية فيقول فالشيخ إذا وصلت يقول للمنزل وأردت أن أصلي هل أبدأ بالفرض أم بالراتبة الحمد لله لا مدام أن أنك قد أخرت الصلاة فتبدأ بالسنة القبلية تصلي أربع ركعات السنة القبلية وبعد ذلك تصلي الفرض والأفضل أن تصلي جماعة مع زوجتك مع أولادك مع من في البيت حتى من صلى الفرض يصلي معك حتى ثنال أجر الجماعة سيك الله خير فالشيخ معنا هذه المكالمة أخ زاهر تفضل السلام عليكم سيخنا كيف حالكم السلام ورحمة الله وبركاته حيالك أخ زاهر تفضل الله يحمسك جزاكم سيخ عزيز نحبك في الله إن شاء الله أحمدك الله يا أخي أهلا وسهلا السؤال الأول بالنسبة للفن للفنانين المطربين إذا كان الواحد هو مات وعنده أغاني ما زال أولاده يعني يحيو في الأغاني هذه يعني شو حكم الدين في هذا الكلام نعم واضح السؤال نعم والسؤال الثاني بالنسبة لمدح الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا في السودان نقول مديح هو زيشات بيستعمل فيه العزف الألات العزف في المدح الرسول صلى الله عليه وسلم فشو حكم الدين وربوك ذلك نعم جزاكم زاك الله خير الله يبرك فيك أخ زاهر تسمع شاء الله راتح إياك أخراش تفضل سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياك الله أخ راشد الله خير السيق بنور عافية تفضل أنا عندي سؤال واحد بس نعم السؤال هي طويل عمر أنا مسكان هالشارجة وداوم في بظبي وفترة الدوام يوم ونص فهل في هال يوم ونص أقدر أجمع وأكثر إن شاء الله زاك الله خير أخ راشد تسمع شاء الله الرد نعم أخ ماجد تفضل السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخ ماجد تفضل الله يفضل عليك أنا الله يسلم أخ هو سؤال والأحرى يعني نبه مثل نصيحة من الشيخ يعني بصوص موضوع نعم يعني أنا أتحاور مع واحد من الأخوان مجرد أني بس كنتحس بي الله ونعمل وكيف هو يفكر هاي يعني يمكن أنها تكون يعني أنها مثل مسبة أو شي فأنا بنصيحة من الشيخ يعني بصوص هذا الموضوع هل هو هل هي يعني يعني تقليل من الشخص هذا أو أنه دعاء عليه بغير أنه هذه المسألة إن شاء الله إن شاء الله زاك الله خير أخ ماجد أسمع شاء الله رد عياك الله نجيب فأص شيخ سؤال لأخ زاهر يقول فأص شيخ أن في بعض الحين يقول مثلا فنان ومطرب وغيره يموت وتبقى أعماله يحييها من بعده من أولاده أو من غيرهم فيقول ما الحكم في ذلك الحمد لله يعني بالنسبة للإنسان إذا خلف أشياء تتنافى مع الشرع مثلا أو يعني هي مما يعني جاء النص بالنهي عنها فينبغي على ورثته أن يزيل مثل هذه الأشياء ولذلك حق حق الميت على الحي الدعاء له والاستغفار له وقطع كل ما من شأنه أن يكون يعني أن تجري السيئات عليه وهذا يجري في جميع الأعمال كل عمل كل تصرف كل شيء ينبغي من خلفه من الورثة لأنه الآن في دار الحق بين يدي الله فالواجب عليهم أن يبروه وذلك بكل ما هو نافع مما يصل ثوابه إليه في قبره ساكل الخير فضل شيخ أيضا يقول يقول عندنا في بلدنا بعض الأشعار في مدح النبي عليه الصلاة والسلام لكن يقول نستعملها أو نذكرها يقول مع بعض المعازف الحمد لله مقام النبي عليه الصلاة والسلام مقام عظيم فالله جل وعلا أرسله إلى الثقلين الإنس والجن وأرسله رحمة للعالمين وهو سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وهو سيد ولد آدم ومع هذه المنزلة العالية والمكان رفيع للنبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه لا يجوز للمسلم أن يرفع النبي عليه الصلاة والسلام فوق المنزل التي أنزله الله إياه ولذلك مما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام المبالغ في إطرائه المبالغ فقد جاءه قوم فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وكريمنا وابن كريمنا فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يستجري أنكم الشيطان إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله وكان يقول لا تطروني كما أطرت النصار ابن مريم ولما كان على المنبر جاءه رجل فقال ما شاء الله وشئت فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده ولما رآه رجل هابه هاب النبي عليه الصلاة فارتعد ارتجف فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هون عليك هون عليك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة يعني الخبز اليابس أو اللحم اليابس أنا ابن امرأة كانت تأكل أنا بشر وصدق قال جل وعلي قال إنما أنا بشر مثلكم ولذلك محبتنا للنبي واتباعنا للنبي وطاعتنا للنبي لا تسوق للمسلم أبدا أن يعطيه المرتبة التي لم يعطها الله له ولذلك قال تعالى للنبي ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير إن أنا إلا نذير فإذا كان الإطراء وإضفاء أشياء على النبي عليه الصلاة والسلام هي من خصائص الرب مثل علم الغيب فإن هذا محرم ولا يجوز وأن يصحب هذا بمعازف هذا مما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك لابد للمسلم أن يكون معتدلا في جميع أموره وفي جميع شؤونه وفي جميع أحواله وأن يبتعد عن معصية النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بهذا يكون قد عصى الله وعصى رسوله والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى ذلك فلذلك تتنبهوا لمثل هذا بارك الله فيكم والأصل في محبة النبي عليه الصلاة والسلام المحبة الحقيقية هي اتباعه والدليل يقول جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبك نبي عليه الصلاة والسلام يقول كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى قال الصحابة ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى نعم سأكل أخير في الشيخ معنى أبو محمد فضل السلام عليك شيخ السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أبو محمد الله يبارك فيكم محمد تسمع شاء الله الرد يقول أنا من سكان الشارقة وأعمل في أبو ظبي يقول عملي يوم ونصف فقط حال يجزل الجمع والقصر الحمد لله نعم يجوز لك في الطريق في الطريق أما إذا وصلت إلى مقر عملك فلا ولذلك يجوز لك أن تؤخر الصلاة مثلا مدام أن دوامك نصف يوم وفي الطريق تجمع وتقصر إذا رجعت شاء الله خير تنصيخ الأخ مجد يريد يقول نصيحة البعض يقول عندما تحاور معه وقل مثلا حسب الله ونعم الوكيل يظن أنها مسبة أو دعا عليه الحمد لله أولا يا أخواني أخواتي بالنسبة لي المسلم يجب علي أن يكون لطيفا في عباراته حسنا في ألفاظه فالله جل وعلا يقول وقل لعبادي يقول التي أحسن ويقول جل وعلا وقول للناس حسنا والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أعدب الناس ألفاظا ومن ألطفهم عبارة وكان يحث على هذا يحث على الكلمة الطيبة ولذلك الأصل هو أن يتعامل الناس مع بعضهم بعضهم بلين الكلام وبأحسن الألفاظ وأن يبتعدوا عن كل لفظة قد تحمل معنى سيء وإن كانت في معناها صحيح ولذلك أخي الفاضل يعني عادت الناس عادت الناس الآن إذا قال الشخص تحسب قال حسبي الله ونعم الوكيل جعلوها سبة فأنا لا ألجأ إليها ما دام أن الناس يفسرونها هذا لذلك الله عز وجل قال أدبنا فقال لا تقول راعنا وقول انظرنا راعنا في لغة العرب سريمة لكن لما كانت تستخدم عند أناس بمعنى سيء الله عز وجل نقالنا إلى معنى طيب وهو انظرنا لأنها تحمل نفس المعنى فلذلك أخي الفاضل يعني ما دام أن العرف السائد والناس يفهمون من التحسب حسبي الله ونعم الوكيل ودعاء وكذا يتجنب هذا الإنسان ولكن لو جئنا لأصل الكلمة نجد بأن هذه الكلمة تحمل مضامين ومعاني جميلة وملئة بالمفردات الإيمانية حسبنا الله يعني كافينا الله ونعم الوكيل وهو نعم النصير والظهير والولي سبحانه وتعالى لكن أنا أنصحك أخي الفاضل بأن لا تأتي بهذه الكلمة في باب الحوار لأنك بهذا تكون قد يعني كما يفهم الآخرين بأنك الآن تدعو عليه وصادرت الكلام وأوقفت الحوار زد على هذا أن الإنسان ينبغي له أن يترك المراء والجدال الذي لا طائل تحته ولا فائدة من ورائه سأكل خير فنص شيخ أبو محمد يقول يعني عندما أو يقول نقول لأهل الميت أحسن الله عزائكم غير المسلم ماذا نقول لهم نقول أحسن الله عزائكم أيضا إذا عزيت غير المسلم تقول أحسن الله عزائكم لأنه عزاء هذا وصبروا لا بس الممنوع الرحمة على غير المسلم لأن الله جل وعلا منع نبيه من الاستغفار للمشركين فقط أما تعزيتهم ما فيه بس تقول أحسن الله عزائكم مثلا اصبروا احتسبوا شيء من هذا القبيل سأكل خير فنص شيخ وأحسن الله إليكم ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة تقول ردت العمرة وقبل السفر بيوم نزل الحيض سافرت مع العائلة وفي الميقات نويت العمرة وقلت الحديث إن حبسني حابس إلى آخر الحديث بعد وقبل العودة تقول بيوم لم أرى الحيض ينزل اغتسلت ذهبتي للعمرة وبعد العودة من العمرة رجع الحيض مرة أخرى ينزل تقول احتمالا يكون السبب المشي فهل ما فعلته صحيح الحمد لله يعني الذي فهمته من صورة المسألة أن الأخت قالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني بعدما تلبست بالإحرام ثم انقطأ جاءتها الدورة ثم انقطعت هكذا لا فهل شخ تقول قبل السفر بيوم نزل الحيض نزل عليها كانت حائضة فلما أحرمت قالت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لما وصلت مكة انقطع عنها قبل العودة بيوم تقول انقطع الدم واعتمرت اعتمرت مدام أنها قد انقطع يعني رأة الطهر إما بالقصة البيضة أو بالجفاف وهو النقاء التام مدة يوم وليلة خلاص طهرت رجوع الدم بعد ذلك حتى لو افترضنا بأنه دم حيض ما عليها شيء ولله لماذا؟ لأن هذا ممكن أن يحصل تطهر المرأة ثم يرجع لها الحيض مدام أنها يوم وليلة طهرت اعتمرت فيها عمرتها صحيحة ولو افترضنا أن الدم الذي نزل دم حيض فتجلس الفترة القادمة من جديد لأنه لا يعني حد لأقل مدة الحيض بين لا حد لأقل مدة الطهر بين الحيضتين وقد يكون مثل ما ذكرت وهي أدرى قد يكون هذا بسبب المشي بسبب التعب فيحصل يعني استحاضة بسبب الأرهاق والإجهاد الذي تعانيه المرأة عموما ما عليك شيء ولله حمد ما دام أنه فعلا الطهر الذي حصل لك واعتمرت فيه مدة يوم ولينا زاك الأخير فالشيخ يقول ما حكم رسال تلاواتي التي سجلتها في الصلاة لعدد من الزملاء والأصدقاء الحمد لله هذا يعني راجع إلى نيتك ما القصد من ذلك إذا كان القصد اسمعهم القرآن فهذا لا شك بأنه حسن أما إذا كان القصد الرئى وأن تتفاخر بهذا فلا شك بأن هذا لا يليق به المسلم والإنسان يبتعد عن الرياء وأنا أنصحك بأن يتولى هذا غيرك ومن دون طلب منك هذا الذي أنصحك به أن لا تباشر هذا بنفسك ولا أن ترشد أحداً إليه وإنما إذا انتشر بين الناس فلك الأجر زكاً لخير تصيخي يقول ذهبت إلى العمرة واعتمرت ونسيت يقول أن قص الشعر وتحللت من الإحرام بعدها يقول تذكرت ويقول أنه يعني قصه بعد ذلك بعد أن تذكر هل عليه هل عليه شيء الحمد لله من نسي التقصير ثم حل من إحرامه فيجب عليه إذا تذكر أن يعود فيلبس إحرامه سواء في مكة أو خارج مكة ويقص من شعره أو يحلق أو يقصر أما صورة السؤال الذي فهمته بأنه قصر وهو لابس ملابسه العادية فهذا لا يصلح لأنه لأنه تلبس بمحضور من محضورات الإحرام قبل التحلل ولذلك عليه فدية ما هي الفدية هي عليه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح ذبيحة أو ذبح ذبيح يبقى الكلام على التقصير في مثل هذه الحالة هل وقع في محله أو لا عموما يظهر لي بأن التقصير حصل لكنه حصل بعد التلبس بمحضور محضورات الإحرام فعليه فدية أذى فإذا كان قد غطى رأسه فعليه فدية ثانية المخيط لبس المخيط وفدية تقطية الرأس إذا كان تعطر تطيب عليه فدية ثالث على حسب المحضورات التي ارتكبها سيكرا جميعا حسنا سيكرا يقول عندي سلس بول ويقول متأقن من ذلك ويحدث الفترة بسيطة بعد التبول ويقول توضع لكل صلاة بعد دخول الوقت لكن يقول أحيانا أجد مشقة في ذلك السؤال يقول هل يجوز الوضوء قبل دخول الوقت الحمد لله السؤال هل فعلا هو لديه سلس بول ما هو سلس البول سلس البول هي حالة مرضية لا يستطيع الإنسان أن يتحكم ببوله فالبول يخرج منه باستمرار هذا سلس البول ولذلك للأسف بعض الناس خاصة جنس الشباب يعتقد بأن ما يخرج منه أحيانا بسبب يعني خاصة جنس الشباب يخرج منهم هذا الشيء يظن هذا سلس بول لا هذا ليس بسلس بول سلس البول هي حالة مرضية يكون الإنسان فيها غير متحكم ولا مسيطر على البول هذا الذي من أصحاب الأعذار الذي يتوضع بعد دخول الوقت عند إرادة الصلاة عند إرادة الصلاة أما ما ذكره الأخ السائل فهذا ليس من سلس البول ولذلك إذا استنجيت تنضح فرجك بالماء ثم تقوم وتتوضع على شعرك ساك الخير فالشيخ أيضا يقول أريد صفة التيمم للكبار الحمد لله صفة التيمم واحدة للكبار وللصغار وللذكور وللإناث وللمسافرين وللمقيمين فليس هناك صفة أخرى لأتيمم وصفته أن يضرب المتيمم الأرض بيديه بباطن كفيه ضربة واحدة ثم ينفخ في يديه حتى يزيل معلقة من حصى قد يجرح وجهه فيمسح وجهه أولا ثم يمسح يده اليمنى كف يده اليمنى إلى الرسق وكف يده اليسرى إلى الرسق ولا يشرع في الساق ما يمسح الذراع لا فقط الكفين وبهذا يكون قد تيمم وينوي طبعا أولا بقلبه أن هذه الطهارة الترابية ثم يقول بسم الله في أول التيمم بارك الله بارك الله فيكم أحسن الله إليكم إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهات حلقة اليوم نشكر فينا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان أنا لعنزين أشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن يتواصلكم معنا ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج كان معكم من تنفيذ الأرسال الباص الخليفة من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصباحي من الأخراج سيف الجبل تقبلوا تحيات محدثكم مسحاق عبداللطيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته